وإلى الضفة الغربية المحتلة حيث استشهد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في مخيم نور شمس بطول كرم قلال اقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم لليوم الثاني على التوالي وكانت قوات الاحتلال قد وصلت اقتحمها لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محوريها الشرقي والغربي وعتقلت العديد من الفلسطينيين كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعاري في محافظة رمالة والبيرة بعدد من الأليات